قبل ما اتكلم على الماتش عايز اتكلم على حاجة معينة حصلت اليومين ثلاثة اللي فاتوا وحصل فيها علاقة كتير جدا 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 اللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا والكلام كتير ومحدش عارف حاجة انا عايز اتكلم عن حكم مباراة القمة اللي جاية بين الاهلي والزمالك والمفروض ان هي حتتقام يوم 18 ابريل الحالي ان شاء الله اتحاد الكرة خد قرار غريب شوية اتحاد الكرة استقر ان يكون في الماتش ده تحكيم مصري يعني تحكيم مصري هو اللي حيقود المباراة دي بعد ديها مباشرة يعني محدش لسه تكلم شفنا هجوم كبير جدا وكأن النادي الاهلي هو المستفيد وكأن النادي الاهلي متخطط له الموضوع دو مع ان النادي الاهلي اعلن الموقف الرسمي بتاعه عن طريق كابتن محمود الخطيب يعني الكابتن محمود الخطيب قال حاجة احنا كلنا متفقين عليها احنا بنسق وبنحترم التحكيم المصري بنسق في التحكيم المصري وبنحترمه ولكن الفترة دي الفترة اللي احنا فيها دي لازم يكون في تحكيم اجنبي لازم برضه اشغل دماغي انا شايف قلق وشايف ان العملية يعني فيها شوية قلق بين جمهور النادي والوقت لسه بدري قوي قوي عشان حضرتك كمسؤول تقدر تغطب الاتحادات الاوروبية الكبيرة عشان تجيب تاقم تحكيم متميز للماتش زي ده لسه بدري احنا بنتكلم مثلا عارف لو قلتلي مثلا ان احنا الماتش مثلا كمان يومين ثلاثة ومش لقين حد ماشي حنعذر مش برضه تقليل من التحكيم المصري لا بس حضرتك عارف ان الماتش ده حتى لو مفيش منافسة على البطولة اصلا ماتش صعب شوية ماتش الفرقتين وجمهور الفرقتين ما بيتقبلوش اي قرار من اي حكم مصري واحنا عارفين ده من زمان وفي قرار ان الماتشات دي الماتشات الاهلي والزمالك بيحكمها التحكيم اجنابي مهما كان وضع الفرقتين طيب ده حضرتك انت بتتكلم عن ماتش اهلي وزمالك جاي بظروب غير طبيعية اقدم دربي في الشرق الاوسط لكن خلي بالكم رغم اعلان النادي الاهلي موقفه الرسمي بثقته في الحكام المصريين ولكن النادي الاهلي برضه طلب حكام اجانب وان ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري وحقول لكم بالزبط تصريح الكابتن محمود الخطيب اللي قاله مع رئيس اللجنة السلسية اللي بتدير اتحاد الكرة احمد مجاه كابتن محمود الخطيب بالزبط قال كده اولا اعرب عن تقديره الخاص جدا للتحكيم المصري واكد ان المطالبة باسناد مباراة القمة يوم 18 ابريل الحالي لحكام اجانب ما تقللش ابدا من شأن الحكام المصريين وعايز اول حاجة لحظة بس نقف هنا بالرغم من بالرغم من ان النادي الاهلي يعني كم ارثة كده خدها من الحكام المصريين ممكن تكون عن غير عام ده لمتأكد انه عن غير عام ولكن النادي الاهلي ابدأ الثقة الكبيرة جدا 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 في الحكام المصريين بس مش ده وقته مش ده وقته لما كابتن الخطيب قابل المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة قال له قال له الكلام ده بالزبط الكلام ده كان قبل كم يوم قال له ان احنا بنسق في الحكام المصريين ده كان في احتفال حتى احتفالية اليوم الدولي الرياضة يعني ما كانش بسفة رسمية كانت قاعدة وكان الوزير موجود ولكن اللي اتقال ساعتها ان الكابتن محمود ما رفضش رفض تام ولكن هو قال ان الفترة دي يفضل ان يدير المباراة حكم اجناد ولكن المهندس احمد مجاهد ابدأ رغبته في منح الفرصة للتحكم المصر في هزه اللقاء انا اللي عايز اقوله قبل ما اقول لكم بقى رد الكابتن خطيب ايه اللي عايز اقوله مش في التوقيت ده يعني انا كمان لما باخد قرار انا كمسؤول وباخد قرار لازم برضو افكر شوية ممكن تكون حاجة فاتت المهندس احمد مجاهد ممكن انا مقللش من شأن ولا قيمة المهندس احمد مجاهد ابدا انا بتكلم على القرار وتوقيت القرار وتنفيذ القرار اللي هو هيبقى يوم 18 هو رد رئيسي للنادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ان الفترة الحالية ما تحتملش كده ما تحتملش المغامرة انك تاخد القرار ان التحكيم مصري هو اللي يحكم الماتش ده لازم تاخد قرار باختيار طاقم تحكيم اجنبي من التصنيف الاول على مستوى العالم وكمان يكون صعب خبرات دولية كبيرة يعني ما تجيب ليش واحد كمان من برة واسمه ضعيف ومعندوش خبرات لا تاني حاجة بقى واللي انا قلت لحضرات قبل كده لسه فيه وقت احنا بنتكلم على تقريبا يعني عشر تيام او تسعة تيام كمان الماتش يوم تمنتاشر النهاردة تسعة ده انت لو خاطبت اي اتحاد دولي كبير برة هيقول لك اتحاد الكوري يعني لو خاطب اتحادات الاوروبية هيقول لك في خلال تلات او اربع تيام ماشي انا عندي كذا 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 لو في الوقت دوت ما ردوش عليك وما لقيتش فعلا تقم تحكيم دولي على مستوى عالي يحكم الماتش ده ماشي نقدر نقول ماشي خلاص انت عندك الحق ولكن مش في التوقيت ده وده على فكرة موقف راع جدا من الكابتن محمود الخطيب يعني الكابتن محمود الخطيب كان كلامه متوازن جدا ولكن من الحكمة ان يكون التحكيم اجنبي ومرة اولى وتانية وتالتة واخيرة ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري ابدا عندنا ثقة كاملة في الحكام المصريين واحنا دايما دعمين ليهم ونتمنى لهم دايما دايما بإذن الله ان هما يرتقوا ويوصلوا لأعلى المرات ترجمة نانسي قنقر